إنه غير مرتب وملئ بفضلات الطعام والأوساخ ركضت الحيوانات إلى الأرنب بعدما عرفت ما يحصل في بيته وقالت له لا يمكن أن تبقى مهملا إلى هذا الحد عليك أن تترك اللعب وتنتبه لنظافة منزلك انظر إلى الذباب والبعوض فستمرض أنت بسببها ونحن لا نصدق ما تفعله بنفسك ضحك الأرنب وقال أمر عجيب متى كانت الأوساخ والذباب والبعوض تسبب المرض ها أنا ألعب وأكل الجزرة كل يوم ولم يصبني شيء ابتعدوا عني إذا كنتم تخافون العدوى فكرت الحيوانات وقالت الأحسن أن نبني سورا بيننا وبين الأرنب ونهتم بنظافة بيوتنا لكن الذباب تكاثر حول منزل الأرنب وراح يتطاير ويحط فوق الأوساخ وبيت مع الأرنب حتى أصيب بالمرض ورقد في بيته لا يلعب ولا يستطيع القفز ولا يأكل الجزر عرفت الحمامة بمرضه فأخبرت جيرانها واجتمعت الحيوانات لتفكر بما تعمل قالت البطة لا وقت لدينا للانتظار والعدوى تنتقل إلينا سريعا هيا بنا نذهب لزيارة جارنا الأرنب برفقة طبيب القرية ولنعمل سريعا على إزالة الأوساخ وطرد الذباب والحشرات لعل المرض يذهب عنه ظلت البطة ورفيقاتها يذهبن كل يوم للغناية بالأرنب والاهتمام بالنظافة بيته بعد أيام فوجئنا بالأرنب يمسك بالمجرفة ويكنس القمامة من جانب منزله ويساعد جيرانه على العناية بنظافة الحي وترتيبه وقف الأرنب وخاطب جيرانه قائلا لقد كنت مخطئا حقا وأنا أعتذر من الجميع عن إهمالي لقد شفيت من المرض بفضل جيراني ووعد مني بأن أحافظ على النظافة كي لا يصاب أحد بأي عدوى شكرا يا أصدقاء وفي اليوم التالي أمسك الأرنب بالفرشة ودهن بيته بلون جميل وراح يعتني بالحديقة ويزرع الأزهار فريحة الحيوانات والطيور بما قام به الأرنب فهدمت السور الذي بنته واحتفل الجميع فغنت الطيور ورقصت البطة وراح الأرنب يقفز والقطة والقطة تدور وتدور ومضى اليوم بالفرح والسرور ومن ذلك اليوم عاشوا في قرية نظيفة ليس فيها ذباب ولا بعوض ولا مرض